في هذه القاعة المستديرة وعلى ذات المنصة تحذر اليمن بمأساتها فتتفاقل على ألسنة مجتمع حقوق الإنسان وتخرج على هيئة بيانات يتصدرها الشعور بالقلق وتتذيلها عبارة البحث عن تمويل هكذا يلوك المجتمع الدولي آلام الشعوب ويحولها إلى حفلات دورية لا تسمن ولا تغني من جوع هنا مثلا يتراكم الضحايا اليمنيون على شكل أرقام منذ خمس سنوات فتمتلئ حقائب الحقوقيين وأذهان الدبلوماسيين بصور الجوع والمخططفين والمخفيين دون أن تجد طريقا إلى العدالة بالمقابل يجد القتلة والمنتهكون فسحة أكبر لارتكاب المزيد فيتكاثرون ويتجولون على طول البلاد وعرضها من الشمال إلى الجنوب تغرق اليمن في دماء أبنائها وبسلاح الآخرين كانت هذه آخر المذابح التي أدمت اليمن على يد التحالف وأوقعت أكثر من مائة وعشرين قتيلا من المعتقلين والمخفيين في سجون ميليشي الحوثي وعشرات الجرحة مذبحة ليست كفلة فقط في إحالة مرتكبها إلى العدالة الدولية بل حتى إدانة الضمير العالمي جراء سلوكه المحابي للسعودية والإمارات قبلها أيضا كانت المذبحة التي ارتكبها طيران دولة الإمارات ضد القوات الحكومية على مشارف عدن وقتلت أكثر من ثلاثمائة جندي دفعة واحدة رفقتها أعمال قتل واعدامات ميدانية على يد ميليشياتها في العاصمة المؤقتة وأبيا وانتهاكات بالجملة أمام هذه الانتهاكات نشأ مزاج شعبي معارض للإمارات المرتهمة بارتكابها يطالب بإحالتها لمحكمة الجنايات الدولية بعد أن توفرت كل أركان الجريمة لكن التركيبة القائمة لنظام الدولي لا تبدو مشجعة أو مطمئنة إذا ما بدت اليمن كغيرها من البلدان الغارقة في الدم والجوع ضحية الإرادة الدولية الناقصة يؤكد فريق الخبراء الدوليين البارزين أنه قدم قائمة سرية تتضمن أسماء الأفراد والجهات المتورطة في الانتهاكات والتجاوزات باليمن على أن هذه القائمة تضمن المساءلة القانونية مساءلة لا أحد يضمنها من الضحايا أنفسهم بعد أن رأوا ما رأوا كما لا يعلم أحد هوية الأسماء والجهات لكنها بحسب تلويحات الفريق نفسه ربما تشمل في أغلبها التحالف والحكومة اليمنية إذ بدى فريق الخبراء متذمرا من سلوك الآخرين متهما إياهم بعدم التعاون معه بدورها انتقدت الحكومة اليمنية تقرير الفريق ووصفته على لسان نائب وزير خارجيتها بالخروج عن قواعد الموضوعية والنجاحة